اشتركوا في القناة لا إلا العالمون أمثال قرآنية برنامج من أعداد وتقديم الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح إخراج عبد الله بن محمد السلمان الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور أحمده حق حمده له الحمد كله أوله وآخره ظاهره وباطنه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله خيرته من خلقه بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا أخرجنا الله تعالى به من الظلمات هدانا به من العمى أشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن جاء على هديه واتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أمثال قرآنية في هذه الحلقة سنتناول إن شاء الله تعالى ثاني مثل ذكره الله جل وعلا في كتابه الحكيم إنه قوله سبحانه وبحمده أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير هذا المثل هو تتمة المثل السابق الذي ذكر الله تعالى فيه حال المنافقين حال المنافقين مع الهدى والنور المبين الذي جاء به خير الأنام صلى الله عليه وسلم إن المنافقين ليسوا على حال واحدة ولا على مرتبة يتفقون فيها بل هم أنواع وأقسام ولهذا بيّن الله تعالى أحوالهم بهذا التمثيل المتنوع ليوضح للناس أحوالهم وأقسامهم وما هم عليه من تنوع واختلاف الله جل وعلا في المثل السابق بيّن حال المنافقين وذكر في ختم المثال السابق أنهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون وهذا بيان لحال أولئك المنافقين الذين أطبق عليهم النفاق فلا سمع لهم ولا بصر لهم ولا نطق بالحق يجري على ألسنتهم وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هذا المثل هو نفس المثل السابق في بيان حال المنافقين أم هو مثل يختلف في الممثل لهم بمعنى هل هذا المثل يمثل حال نفس الذين تقدم تمثيل حالهم في المثل الأول أم أنه تمثيل لصنف آخر من أهل النفاق وأقرب الأقوال في هذا أن هذا المثل هو تمثيل لحال مختلفة عن أصحاب المثل الأول أو هو تمثيل لقسم ثاني من أقسام المنافقين الله تعالى يقول أو كصيب من السماء أي مثل المنافقين مع هذا الهدى والنور كحال قوم أصابهم صيب وهو المطر وقوله جل وعلا من السماء هو تصوير لجهة المطر النازل من السماء من العلو هذا المطر فيه ظلمات ورعد وبرق فيه ظلمات أي إنه مليء بالظلمة فظلمة ليل وظلمة سحاب وظلمة مطر وفيه أيضا رعد وهو صوت تجل منه القلوب وفيه برق وهو لمعان يشق الأبصار تستنير به الدنيا وتضيء به تلك الظلمات هذه حال المنافقين مع الكتاب الحكيم مع الهدى الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم القرآن والوحي بالنسبة لهم كهذه الحال فهم في ظلمة الشك وهم في سماعهم لما في هذا القرآن من الوعيد والزواجر كما يسمع ذاك الرجل في تلك الحال صوت الرعد الذي يشق الأسماع وأما قوله تعالى وبرق فهي تشبيه لحالهم في انتفاعهم من هذا الهدى حيث حقنوا دماءهم وصانوا أموالهم وحفظوا شيئا مما تتحقق لهم به المصالح في الدنيا بسبب هذا الهدى فهو كالبرق سرعان ما يزول وسرعان ما ينقشع وإن كان ينتفع به الإنسان في هذه الحال نفعا يستغصر به بعض مواقع صلاحه ويتوقع بعض مواقع الضرر والعطب الله تعالى يقول في وصف هؤلاء يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق أي أنه ليس لهم قدرة على سماع الهدى والنور ليس لهم قوة على سماع زواجر القرآن وقوارع لما فيها من الوعظ والتهديد الذي لا تقواه قلوبهم وهو كحال ذاك الذي يسير في تلك الظلمة وذلك البرق وذلك الرعد يجعل أصابعه في أذنه حتى يتوقع شدة الصوت الذي يسمعه من تلك الصواعق حذر الموت أي خوفا من أن تصيبه تلك الصواعق من شدتها وعظيم هولها بالموت والله محيط بالكافرين فلن ينفك هؤلاء ولا أشباهم من أهل الكفر لن ينفكوا عن عذاب الله تعالى وإهلاكه وعقوبته فإنه مهما توقوا فالموت بين أيديهم أينما تكونوا يدرككم الموت قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم عند ذلك تنقشع الظلمات ويبصرون الحق رأي عين لكن بعد فوات الأواني وانقضاء المهلة ثم يقول جل وعلا في تتمة التمثيل لحال هؤلاء المنافقين يكاد البرق يخطف أبصارهم هذه حالهم في ذلك الصيب في ذلك المطر في تلك الظلمة وفي تلك الرعود المزعجة والبروق الخاطفة يكاد البرق يخطف أبصارهم أن يقرب ويوشكوا أن يكون نور البرق خاطفا لأبصارهم والبرق المذكور هنا هو شدة ما يرونه من لمعاني الهدى ونور الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فشدة نور الحق تكاد أن تعميهم وتذهب بأبصارهم كما أن البرق الخاطف الشديد النور يكاد يخطف بصر ناظره مثل النهار يزيد أبصار الورى نورا ويعمي أعين الخفاشي إن نور الحق والهدى يكاد أن يذهب بأبصار المنافقين ويعميهم كما قال تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه إذا أنعم الله تعالى عليهم بنعمة أو إذا أتتهم منحة أو إذا ذاقوا من نور الإسلام خيرا وهدايا مشوا قالوا هذا الدين الحق هذا الخير ما أصابنا منذ تمسكنا به إلا خيرا وإذا أظلم عليهم قاموا إذا أصابهم فقر أو مرض أو أصابتهم مصائب وبلايا عادوا إلى ما هم عليه من ظلمه كما قال الله جل وعلا ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة وقال بعض أهل العلم كلما أضاءت لهم أنوار القرآن وأبصروا معارفة وما فيه من الهدى أظلمت قلوبهم فهم في ظلمات كما قال الله جل وعلا فلا يزيدهم نور القرآن ونور الهداية إلا ظلمة خفى فيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلمون ولو شاء الله لذهب بأسماعهم وأبصارهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون هكذا بيّن الله جل وعلا تمام قدرته حيث أخبر جل فعلا أنه قادر على أن يسلبهم ذلك الضياء وأن يحرمهم من تلك الأنوار التي انتفعوا بها حتى في هذه الدنيا لكنه جل وعلا أمهلهم وأعطاهم شيئا من الإبصار يدركون به شيئا من أنوار الهداية إلا أن ذلك لا يغنيهم شيئا إذا بقوا على هذه الحال ومما يؤكد اختلاف هذا المثل عن المثل السابق أن الله تعالى ذكر في أهل المثل السابق صم بكم عمي فهم لا يرجعون أما في هذا المثل فقد قال الله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ثم قال ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم فالله تعالى قد أبقى لهم سمعا فهم يسمعون ويبصرون ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم وفي المثل الأول كانوا يبصرون ثم صاروا في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون وبهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والعمل بالتنزيل وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة أستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته